نفهم إنه في أزمة عالمية وفي حرب وإلى آخره فجأة بيطلع سعر البنزين بيطلع سعر المزود في ناس يعني صارت عم تعتلهم كيبها توصل على شغلة كيبها توصل على وظيفتها كيف بدها تقدر تتدفى بهالإيام البرد بالجبال خاصة وبالمناطق البعيدة شو اللي بيتحكم بسعر البنزين والمزود غير قصة الأزمة العالمية وقصة اللي عم بيصير بالعالم أول شي نحنا بلبنين في عندك اثنين فريابل هني بيأسروا بجدول تركيب الأسعار اللي بيصدر المواطنين يركزوا على اللي بدي يقولوا هون إنه بجدول تركيب الأسعار بيمضي وزير الطاقة وتحضروا مدرية عاملة للنفط نحنا مش نحنا المنحدد الأسعار مش نحنا نرفع الأسعار اللي بيتهمون نحنا غلينا البنزين اثنين عاملين بيأسروا بجدول تركيب الأسعار واحد أسعار النفط عالميا اثنين بلبنين سعر صرف الدولار اللي هو منه مستقر بصاله ثلاث سنين نحنا اليوم بس بدي أعطي مثل بفرنسا تانكة البنزين صارت بالـ 45 دولار يعني تقريباً فوق المليون وشوي ليرة إذا بقيت تحولها على الليرة اللبنانية نحنا ارتفاع الأسعار بلش يرتفع بقبل أزم الروسية الإكرانية وإن ما تنسى بالـ 2020 بوقت جائحة كورونا والإنكماش الاقتصادي على مستوى العالمي نزل برميل النفط للـ 25 دولار ليش؟ لأنه النمو الاقتصادي وصناعي نخفض كتير حركة التنقل بين البلدين كلها نخفض بس بلشت اللقاحات تمشي ويرجع البلدين تنفتح على بعضها والاقتصاد الدول يرجع ينفتح بلش يطلع برميل النفط ووصل وقتاً لـ 80 دولار قشت الأزمة الأوكرانية زادت الطين بدلي وصلنا نحن إلى 130 دولار أسعار المحروقات في لبنان ارتفعت مثل ما ارتفعت بكل بلدان العالم والزيادة بسبب التفيع سعر لا بالعكس نحن رأف فينا الدولار لو نحن هلأ بـ 15 قانون الثاني سعر الدولار تنكت بنزين 570 ألف لأنه نحن بـ 15 قانون الثاني كنا عم نشتغل دولار السيرفة على الـ 24 و600 ودولار السوق الـ 85% بيأمنوا المصر في لبنان على سعيرفة بـ 30 ألف 15% من السوق الحرة سعيرفة كان بنصف قانون الثاني على الـ 24 و600 والـ 15% كانت على الـ 33 و 32 وكسور كانت بحدود الثلاثة آل من 33 شوية لو اليوم الدولار بعده متما هو كنا على الـ 570 بس هلأ سعر صرف عم بيطلع شوية ولكن سعر صرف ودولار وسعر الصرف 3000 ليرة طلع بنهار ايه بس طلع ورجع نزيل بلا بل نهار واحد طلع ورجع نزيل نحن اليوم سعر الدولار بجدول اليوم صار رفع الـ 2900 والـ 15% على الـ 21 و500 تقريبا بس سيد جورج المفروض هلأ ينزل سعر البنزين لأنه عالميا نزل برميل النفط مفروض السبوع الجاة يكون في نزول طيب ما هذا اللي بنقوله انه على المدى القريب هلأ تانكة البنزين سفيحة البنزين لوين واصله جوابتك على سؤالك شو اللي بيتحكم بالـ هلأ لوين رايحين ارتفاع الأسعار مثلما مثل كل العالم هلأ نحن ما ننسى كمان أنه من بعد ما صار الهلع بالأزمة الأوروبية صار فيه تأقلم علي إذا بدك بين هللين وصار تواضحة أنه التصعيد روح على حرب شاملة وتدميرية ما حدا بده إياها هيدا نزل رجع شوي سعر برميل النفط نزل من فوق 135 واصل رجع نزل من 12-13 نحن مفروض ترخص سعر صفيحة البنزين لأنه تراجعت الأسعار العالمية بلبنان بدأت نعكس كمان بتراجع وفقا لقالية تركيب جدول تركيب الأسعار ولكن هي بدأت تراجع ولكن مثل ما نحن شفنا تراجع سعر صرف الدولار أكل من وهج ارتفاعه هلأ الدولار إذا ارتفع أكثر بده يأكل منها ولكن هي لازم تتراجع قليلا انت